وكان رجال الدين والمواطنون تحدثوا لرؤية عن مذبحة المسجدين في نيوزيلندا وسط مشاعر الغضب والاستنكار لهذه الجريمة الإرهابية البشعة على السياسة على الإعلاميين على الذين إما معتقدين أو مدعين أنهم يؤمنون أن الإسلام ليس إرهابي وأن المسلمين ليسوا إرهابيين وأن ظاهرة الإرهاب هي عالمية وقد يكون إرهابا مسيحيا إرهابا يهوديا إرهابا أمريكيا إرهابا أوروبيا إرهابا عربيا لكن لا يجوز تحديد الهويات هذه لأنها تكون تحيز وتكون تعبئة والإسلام أبعد عن كل هذه الظواهر وهو معادلها جملة وتفصيلا وعلماؤنا ونحن أعربنا عن ذلك مئات المرات وهم مقابل ذلك أعلنوا مئات المرات أن الإسلام إرهابي والمسلمون إرهابيون نندد بالإرهاب البشع ونندد بأي عنف من الإنسان تجاه أخير الإنسان ونندد بهذه الوحشية التي قام بها هذا المتطرف وندعو الله تعالى أن يشفي الجرحة وأن يعيد الإنسان إلى عقلها وإلى منطقها الأصل في الأديان أن تكون في خدمة السلام وفي خدمة الوئام وليس أن يستخدم الإنسان إمكانية الشر لكي يأتي على نفوس الأبرية والمصلين والعابدين أن هذا الفعل فعل إجرامي فعل إرهابي فعل داعشي صح التعبير أم أنها صفة ما علقت إلا بالإسلام والمسلمين هذه العملية أدمت قلوبنا بعد سلسلة التضخيم وسلسلة التشويه للإسلام فيما يسمى بالإسلام فوبيا ترجمة نانسي قنقر